السيدان الأخضر وعلي عادا في السنوات الأخيرة لعمار منطقة أولاد عيسى بمنطقة مكنسة بولاية غريزة وهما من أول المتطوعين كل موسم لحماية الثروة الغابية المحيطة بممتلكاتهم بالمنطقة نحن نحن نطفوها ونبلغ الحماية ونبلغ الفوريس وكين وين تتعل حيكي تقديم النار يحقوه باللي سيبونا تقريب طفيناها نحن 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 خلق بكياد الغابية ونطفيهم فالتنسيق الدائم بين المواطنين ومصالح محافظة الغابات قلص من حجم الخسائر بالمساحات الغبية إضافة إلى تصغير كل الإمكانيات المادية والبشرية لحماية الثروة الغابية دورية حنا بين الحميم المدني والدرك الوطني وكذا حتى الشعب المقيم في الأماكن هنا فهو يعلمنا يعلمنا كي يكون ننصون دي ولا في البلاس رامي عيطنا سنوات الفارطة كان هناك انخفاض كبير سنة الماضية سجلنا 8.5 هكتار حرائق و3.3 هكتارات غابات تفادياً لتسجيل خسائر بالغطاء الغبي كل موسم تبقى لثقافة التبليغ أهمية قصوى في مخطط حماية الثروة الغابية ومنتلكات قاطنها